أبنائي وبناتي طلاب سنة تلتبتدائي وحشتوني كتير جدا النهاردة هناخد يونت 7 الواحدة السبعة الدرس الثاني قبل أي حاجة أحب أفكرك يليك تشترك في القناة دي واتفعل زر الجرس علشان تقدر تتابع كل الدرس اللي جاية إن شاء الله ودلوقتي قبل ما نقرأ إيه اللي هيحصل في الدرس تعال ناخد الكلمات المهمة في الدرس واللي إنت عليك تحفظها علشان تفهم الدرس كويس أول حاجة هناخدها هو الفعل يرتدي يرتدي يعني وير وزي ما اتفقنا قبل كده أنت المفروض تردد الكلمة وراية أنا هقول وير وإنت كمان هتقول وير وبعد كده هسألك وإنت هترد علي يرتدي يعني وير وير يلا بقى أنت أقول لي يرتدي يعني تمام جدا يعني وير كيك أو كاكا يعني كيك 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 يعني كيك سهلة جدا خصوصا أن هي بالعربي زي الإنجليزي اسمها كيك ومنزل يعني хاوس хاوس حاوس منزل يعني хاوس хاوس واللي أنت بقى منزل يعني تمام يعني يعني هاوس وكاكأ الحظ اسمه Fortune Cookies Fortune Cookies Fortune Cookies والكاكة ده أكل السينية كاكأ الحظ ده أكل الصينية بيكون فيها رسالة تفتح الكعكة تلاقي رسالة مكتوب فيها عبارة جميلة لك اسمها كده وزهرة يعني فلاور انت بقى عرفت زهرة قولي بقى زهرة يعني تمام جدا يعني فلاور والبنطلون اسمه تراوزرز خلي بالك كلمة بنطلون الكلمة دي تعتبر في الانجليزي جمع قولي انت كده بنطلون يعني عظيم يعني تراوزرز وفنجان شي اسمه a cup of tea 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 يلا بقى انت شاطر ويعرفت يعني ايه فنجان شي قولي كده فنجان شي يعني تمام يعني a cup of tea وفستان يعني dress 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 تمام واللي بقى فستان يعني bravo يعني dress لما تيجي بقى تعزم واحد لبيتك يبقى انت كده بتدعو يدعو يعني invite 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 يبقى الفعل يدعو يعني invite يعني invite ورسالة بالانجليزي يعني message 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 ولي كده رسالة يعني perfect يعني message والحياة اسمها life 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 شايف الكلمة كلمة سهلة جدا من اربع حروف قدامك l-i-f-e life ولي كده رسالة بالانجليزي يعني found found يبقى كان بيدور على حاجة ويلاقها اسمها found يعني وجده فعل ماضي معناه found وجده found ولذيذ الطعم اسمها delicious 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 علشان تحفظ الكلمة دي حنقسمها تلات حروف تلات حروف تلات حروف d-e-l i-c-i o-u-s يبقى لذيذ الطعم يعني delicious ولي كده لذيذ الطعم يعني perfect delicious واخر كلمة بقى علشان نقرأ المحادسة بتاعت النهاردة الكلمة هي مرة اخرى مرة اخرى يعني again 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 ولي كده مرة اخرى يعني bravo عليك يعني again ودلوقتي بقى هننتقل للجزء التاني من دارس النهاردة بس قبل ما ننتقل ليه المفروض الكلمات اللي انا قلتها تكون انت عارفها كويس وحافظها تمام علشان تفهم المحادسة اللي جاية المحادسة اللي جاية بين اتنين من مصر واتنين من الصين الطفلين اللي من مصر عبارة عن بنته ولد وكذلك من الصين بنته ولد البنت اللي من مصر دي بتقول hi liui اهلا يا liui او مرحبا يا liui thank you for inviting us to your home thank you يعني شكرا for for your baba يعني على او من اجل شكرا من اجل inviting us طبعا انت فاكر invite يدعو inviting us يعني دعوتنا thank you for inviting us شكرا لك لدعوتنا to your home الى منزلك فليوي قالت i'm very happy انا سعيدة جدا you are here بوجودكم هنا انا مبسوطة جدا ان انتو هنا i'm very happy you are here فالولد دا قال this tea is very good الشاي دا جيد جدا طبعا هم بيكلوا بيشربوا دلوقتي اكل صيني فالولد عجبوا قوي الشاي الصيني وقال this tea is very good الشاي دا جيد جدا فرد عليه الولد دا وقال له it's chinese tea chinese طبعا فاكرها من الدرس اللي فات يعني صيني it's chinese tea دا شي صيني do you like the cookies do you like يعني هل تحب the cookies الكعك المحلة do you like the cookies فردت البنت وقالت yes they are delicious طبعا فاكر delicious يعني لذيز they are delicious what is this ما هذا طلعت ورقة من الكوكس وقالت ايدي فالولد دا قال لها it's a message in the cookie دي رسالة في الكعكة قلت لك قبل كده ان كعك الحظ بيبقى موجود فيه رسالة it's a message سوف تصبح لك حياة سعيدة فالولد على طول قال لها that's very good هذا جيد جدا دي حاجة حلوة خالص انه مكتوب لك كده في الرسالة رسالة جميلة جدا that's very good هذا جيد جدا وبكده نكون خلصنا الدرس الخفيف ده واطلوب منك بس تحفظ الكلمات اللي فيه والكلمات دي سهلة جدا وحتلاقيها اسهل ان شاء الله بتكرار الفيديو ومطلوب منك كمان تشترك في القناة وتفعل زر الجرس يا ريد علشان تقدر تتابع باقي الدروس اللي جاية ودلوقتي خلاص خلصنا نحفظ الدرس ده كويس ونستعد للدرس اللي جاي ان شاء الله good bye مع السلامة اشتركوا في القناة